موسيقى اعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات اصعد الله وقاتكم بكل خير واهلا بكم الى البرنامج الاخبار المسائي هذا اليوم والذي يأتيكم كل يوم من الاحد وحتى الخميس من السادسة وحتى السابعة ونصف مساء في بث حي ومباشر ومع العناوين لهذا اليوم وباء الكورونا يتفشى في المجتمع العربي ولجنة الكورونا البرلمانية تناقش القضية 35 بلد عربية تتواجد ضمن القائمة الحمراء قسم منها يخضع للاغلاق الكامل مؤشرات واضحة نسبة لا بأس بها من الجمهور لن تقبل تلقي تطعيم الكورونا الباحث الاكاديمي الدكتور عبد عزب سيجيب بعد قليل في بث حي ومباشر على كل التساؤلات المتعلقة باللقاحات واعراضها الجانبية رئيس الحكومة نتنياهو يدخل للحجر الصحي حتى يوم الجمعة بعيد لقائه بشخص مصاب بالكورونا تدهور حالة عدو الكنيسة ورئيس الاتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان اثر اصابته بالكورونا ووصله بجهاز تنفس في المستشفى بعد غد الاربع الكنيسة تصوت على اقتراح قانون لتقفيد نسبة الحزم في خضم الازمة داخل الاتلاف الحكومي اصحاب المطاعم يغلقون مدخل الكنيسة والشرطة تصدهم وتمنعهم من الدخول وهم يصرخون بأعلى صوت نطالب بلقمة عيشنا اهالي الكرة الدرزية في الجولان يرفضون مشروع المراوح الهوائية لتوليد الكهرباء قناة هلا تصلت الضوء قناة هلا تتابع ملف الجريمة المتفشية في المجتمع العربي واهال من كفركنة يصرحون الاهل لا يسألون عن اولادهم استعدوا جيدا منخفض جو يضرب البلاد وتحذير للجمهور من تشكل السيول والفيضانات الى هنا العناوين ونبدأ في عقاب ارتفاع عدد حالات اصابات كورونا في البلدات العربية الذي وصل لأكثر من الف حالة يوميا والاغلاقات المفروضة على بلدات عربية عديدة بادر عدو الكنيسة الدكتور مطانس شحادي من التجمع الوطني الديموقراطي في القائمة المشتركة طالب بعقد جلسة طارئة للجنة الكورونا البرلمانية كما طالب النائب شحادي بحث طريقة الاغلاق العنصري والمهين الذي تفرضه الشرطة على مداخل البلدات العربية كما صرح خلال الجلسة يذكر ان 35 بلدة عربية تتواجد ضمن القائمة الحمراء وفقا لمخطط الاشارة الضوئية وتضم قائمة البلدات العربية الحمراء القرى والمدن التالية طمرة مسعدة مجد الشمس أبو غوش عين نقوبة سخنين ساجور البقيعة بقعاثة يانوح جات كابول عين قينيا سولم ترعان دالية الكرمل البعنة شعب المشهد عبلين كفر مصر جلجوليا يافة الناصرة كفر كنة كفر قرع جات البعين انجدات كفر اسميع شفا عمر قلنسوا عرابي كفر قاسم فسوتا دير الأسد دير حنة وعسوفيا فلنشاهد مقاطع من الجلسة جلسة لجنة الكورונה البرلمانية التفاقات اللفاي של الكورונה هم הרבה יותר קשים من جبرتي الشبت روش ماشر להביא بندم لبدיקה או להחזיר بندم לבית אנשים לא מגיעים لטיפול בתי חולים אנשים ميتים בבית السكרת שלהם גואה הנקטעות לו המרגליים הדיאליזה שלהם מתעכבת אנשים פשוט מתים בשוות סמוכי יש פה בעיה יותר דרמטית מה שאנחנו רואים הבעיות הנפשיות של החולים הדיכאון שיש באוכלוסייה האנשים שבאמת מוכנים אפילו למות בקורונה אבל לא להיכנס לבדוד כי אין להם איפה לסגור את השבוע או אפילו להביא לבית חלב אנחנו חיים בתוך האוכלוסייה הפחד, האימה היא גדול ואי אפשר להאשים את הקורבן אני ממש 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 לא מקבל את הדבר הזה יש מדעי התנהגות וצריך להבין את התנהגות של האוכלוסייה היא מאוד קשת יום יש עסקים שנסגרו ולא יפתחו שוב גברתי השבועת ראש אנשים האלה יודעים שנגמרו החיים שלהם מבחינה תלקלית הם לא רוצים להיכנס לבדוד הם עושים את הכל הם עושים את הכל לא לעשות בדיקה לחלוט בבית לא להיכנס שום מקום ואני אותם לא מבין אותם אבל יכול להסביר את התופעה הזאת אנחנו היום בבית חולים האנגלישלם מחלקה פסיכיאטרית היחידה שהיא נמצאת במגזר הערבי כולו את יודעת כמה תור לאנשים כמה אנשים מחפשים בפסיכולוגים מדבר איתם על הפחד שלנו אני אני עצמי כי מנהל בית חולים יש לי מרפאה בתמרה ומרפאה בסכנין ומרפאה בנצרת מכפר אדום לכפר אדום בודקי לידים קטנים מנוזלים וחולים את יודעת איזה פחד אנחנו חיים זה לא ייתכן שהמדינה מסתכלת על מספר של 50% ואומרת אוקיי בוא נעשה ישיבה הבעיה הבסיסית שלנו ואני אגיד את זה ככה הכי פשוט אין קשר בין המציאות ובין ההחלטה מה שאנחנו רואים במדינת ישראל שיש בעיקר שלוש הקבוצות אוכלוסייה אוכלוסייה הכללית אוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה החרדית ומתחילת המגיפה אנחנו רואים שגם התחלואה וגם התמותה וגם העליות וירדות שונים מחברה לחברה בשלוש הקבוצות האלה אנחנו יש המדיניות של הממשלה יש המדיניות של התמודדות של הקורונה שהיא מתאימה לאוכלוסייה הכללית לא בהכרח מתאימה לאוכלוסייה החרדית ולא בהכרח לאוכלוסייה הערבית מה היית עושה אחרת מה היית עושה אחרת אתה אומר יש דברים שמתאימים לאוכלוסייה הכללית לא מתאימים לאוכלוסייה הערבית מה היית עושה אחרת למשל, אחד הטעויות שהיו במדיניות, ששמחנו שעל כוח השיטור המקומי על ראשי המועצות, להפסיק את החתונות. וזה דבר שרוב הראשי המועצות, אני לא אגיד כולם, אמרו שזה לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. וגם לא עשו את זה. ואמרנו מההתחלה גם לפרויקטור הקודם, פרופסור גמזו, שזה, אי אפשר לעשות את זה באוכלוסייה הערבית. אנחנו רואים שהתרבות והערכים שונים. בתחילת המגיפה באוכלוסייה הערבית נסגרו כל הכנסיות והמסגדים, שמו את הבריאות מעל כל דבר, כערך עליון. אבל שהגיעו החתונות, החתונות היו ערך הרבה יותר גדול מערך של התפילות אפילו, ומערך של הבריאות. ברגע שהיום הפך להיות יותר ויותר מרכזי, מנותק לגמרי, אין קשר יותר עם הראשי רשויות באופן כזה מסודר. מדברים רק נקודות נקודות, רשות רשות, מדברים על סגרים, רק לסגור ולא לתת פתרון. התוצאה אנחנו רואים אותה. חבר'ה, אני אתן דוגמה של חברי עומר וקד נסר, היה באדום, הכניס אותו לסגר, הפך לחיות ירוק, במשך העניין הזה נדמה לי שבוע כבר הוא נכנס לאדום. אני אדבר עם חברי פירס בדחי, לא השאיר דבר, אותו דבר, היה באדום, כמעט נכנס לסגר, זוכר ומשהו, הפך ירוק, עכשיו הוא הופך להיות אדום. ערה-ערה לא נכנסה לסגר, הייתה באדום שבע, פסיק שש, עשו המון בדיקות, עשו את זה נכון, לא נכנסו לסגר, היום הוא בכיוון הירוק. כלומר, אפשר לעשות את זה בלי סגרים, צריך לעשות את זה בלי סגרים, צריך שיח, אבל צריך גם תקציבים, התקציבים שאני מדבר עליהם. التוכנית של בת חייל הייתה, של בני חייל זה היה תוכנית טובה, אנחנו כראשויות מקומיות לרוב אין לנו את האכיפה, אבל כאשר נתנו לנו לצייר את הביטחות שיצאה, הסבירה, התריעה, שסדרה איך לעמוד בדואר למשל. אני אהיה שיש בעיות היום בדואר, פשוט לסדר את הדואר, נשים שבאות רוצות לקחת אותי קצבא, בת 60 היא לא יכולה, לושבים, לא יכולה להסתדר עם הכרטיס, היא תגיע בעצמה בשביל לעשות את העבודה. אז אם לא מסדרים את הישיבה בחוץ, זה התוצאה. היה תוכנית מסוימת, היא טובה, הקימו אותה בכפר קאסם, הצליחה בחברה הערבית, משום מה, נתנו את הכסף, עכשיו הפסיקו אותה, והתוצאה שבעצם חזרנו עם הגל הזה ביוחדה. אז לטעמנו, אגב, חלק מהתוכנית הזו, כל העניין של המתתשאלים שעשו אותם, באר-אר אני אתן דוגמה וגם בחברה הערבית, היינו עם יחס של אחד חולי אחד מבודד, היום היחס הוא אחד חולי וארבעה-חמשה מבודדים, שזה קורה בעצם, מצליחים לעשות את זה, קשה לנו מהאוכלוסייה, רוצים להתפרנס, רוצים לצאת, ולכן אז הם מתנהגים, ברגע שאתה שם אותו בסגר, הוא רוצה להרים על הסגר, ואז ברגע שהוא מערים על הסגר, אז הוא נהג, בחוסר אחריות נגדיר את זה או משהו, ואז יש הפרה. ברגע שנותנים להם את האופציות, נותנים להם את התקווה, אני מניח שנוכל להשתלט. אז המדינה צריכה פשוט לחשוב אחרת, צריכה לרדת יותר ויותר לשיח עם ראשי רשויות, בצורה, מסודרת, לשמוע, משים, גמרים, לקבל, בעבר. متصل شهدت الحالة الوبائية في مدينة القدس خلال الأيام الأخيرة تسجيل ثلاث حالات وفاة حالتان منها في البلدة القديمة وحالة أخرى في وادي الجوز ليتجاوز عدد الوفيات الكل مائة وخمسة عشر للاستزادة أكثر حول الحالة الوبائية في القدس وتحديدا في الأحياء العربية وأيضا في الكرة المحيطة بها ينضم إلينا في الستوديو في بث حي ومباشر سليمان عوض الله رئيس مجلس عين نقوبة أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان سؤال في البداية اسم بلدكم ذكر في بداية هذه النشرة كأنها بلدة حمراء شو الوضع في عين نقوبة أول شي تحية إلى كل الموظفين هنا وإلى المشاهدين البلدة عين نقوبة عملها من السبوع التي فاتها مسجلة في الكائمة الحمراء يوم السبت اللي فات اللي هو كان بقى أفتكر خمسة شهر كان فيه جلسة على الزوم أول ما بلش الإصابات ترتفى يعني كنا كنوا ستعشر واحد كدهش عدد سكان القرية القرية 4300 فطلبت في تسكير القرية مع المدارس أنت اللي طلبت أنا اللي طلبت يوم الأحد كان جلسة عندي في المجلس مع بيقودة عورف من المجلسة الإقليم نعم في الجبال الداخلية وهناك كان يعني مشادة بالكلام بيني وبينهم لأن حطين عندهم سكر الجامع سكر الجامع المهم من الجامع قلتلي من القصة مش قصة الجامع بيصلوا فيه عشرة أنا هيك و هيك عشرة عمالهم بيصلوا فيه يعني منع الإشي هذا في البلد منع الأعراس منع الخطوات منع الصلاة الناس بتجاوبوا الحمد لله عندي يعني أهل بلد الحمد لله نحمده ونشكرا بتجاوبوا يعني الجوز شي بسيط واحد في المية ولا اثنين في المية ما بتخلق ولكن قلتلي من أنتو حطين كل حملكوا طب شو مع السبكين اللي بيجوا على البلد المستوردين اه المستوردين شو محمد هدول بيجيبوش يعني عيال شو مع الأسادسة وشو مع المعلمين يعني عندكم معلمين من خارج البلدة اه كل ما اكثر من خارج البلدة عندي مدرسة شاملة انا اوكي هذا كله يعني بصرش انكم تركزوا انتو بس على الجامع فاجأ الضابط بالاخر جبه الداخلية قال لي كلامك مظبوطك نعتني يوم اثنين كان كمان جلسة يوم الثلاثة المغرب بساعة ستة كان جلسة عندنا في البلد بحضور كائد الشرطة لو مفكاة اتحانات هارئيل بيسموه الجبهة الداخلية كان ثلاث زباط منهم رئيس المجلس الاكليمي مع الطاقم تابعه وانا عزمت عضاء المجلس وخمسة ستة اختيرية من العائلات يعني وجهاء البلد وهناك شددت على تسكير المدرسة يعني انا بلا مؤاخذة شاري جنزير عندي وكفولة حاطت يوم باهم الشي مشو زي ما انا بدي بنزل على البواب بحط الكافل الجنزير والكافل بسكر وبحطها بجابتي شاهد فجاوبوا معي قالوا يا عمي احنا بنسكر اليوم لحد انا برضه سكرت المجلس اطلعت كرار لان السكرتير عندي في بدود في عزل في استكبال وارتفع عندي العدد لتلاتة وخمسين عيان واحد وتسعين انسان في عزل في حجر الان في الناس بتجاوبوا لا اجراء الفحصات اين وقت في حديث على انه زيارة عدد الفحصات بتاعتي الصورة اوضح هلا انا بقولك شو صار هون بفتكر القرية الوحيدة اذا انا مش غلطان اللي صار فيها سبع الفحصات وعندي بقرة على التنتين كمان الفحص هاي فرصة نطلب من اهالي البلد يعني شوف بفتكرش في بلدات ثانية سبع ثمان مرات غير بالمدرسة اوكي لان من كطر ما بنشطل ونضغط على الاشيهات فبعض وكات اهل البلد ما بيتجاوب يعني بيجوا من الجيران القرى المجاورة واهل البلد عشرة خمستاش ولكن اخر فحص اللي عمل السبوع اللي فات الحمد لله اهل البلد جاوبت لان شعره شو اللي عماله بصير شعره بالخوف لان في عندي هلأ في المستشفيات حوالي اربع حالات الله رجاء النبي يشفيهم وروح مسالمين شو وضعهم مش كل هذي كويس عين نقوبة مش لحالها في اللائحة الحمراء واذا بعت معاي في البداية عدينا كثير من البلدات العربية باعتقادك واحنا الان مش بموسم اعراس يعني في الشتوية يعني في العادة في الشتوية في الشتاء يقل عدد الاعراس شو السبب حسب رأيك تفشي الكورونا في البلدات العربية بهذا الشكل في الاسابيع الاخيرة عدم دير البال واخذ المسئولية بجدية يعني احنا بنقول بس الاعراس الكورونا والعدوى مش بس في الاعراس يعني الكورونا انت وانت ماشي دا واحد عيان ومعو بلفت بالشارع بعديك من دون عروس هل بتشوف انه في المجتمع العربي في الش التزام بالعزل الصحي والحجر البيت لا ما في الش التزام مع الاسب الشديد ومين بتحمل هذه المسئولية اشخاص منزمين انهم يكونوا في بيوتهم انا بحمل المسئولية لجهتين اول جهة هي الدولة الحكومة والشرطة لان ما بيعملوا شغلهم زي ما يجب انهم يعملوا تاني شيء على اهل البيت عموا ربي البيت وتاني شيء برضه بتيجي السلطة المحلية اذا كان مجلس ولا بلدية برضه يعني المفروض انا باعرف ان الكل بيشتغل ولكن لازم يشتغلوا اكتر ويكنعوا اكتر شايف فبالطريقة هاي بنقدر احنا نوكف الاشي هذا ولكن اذا بنا تم باستهتار عايشين الوضع راح يقزم اكتر من اللي احنا موجودين فيه هل هل بتتواصل مع زملاء الايلك رؤساء مجالس محلية او بلديات في الوسط العربية او حتى اليهود وبتدارس بينكم حول الخطوات اللي لازم تكونوا فيها مشان تخرجوا من الدائرة شو بتسمع منهم شو بتسمع من شو بتسمع من الواسط انا اتفاجأت برضو ان دخلوا برضا القائمة الحمراء يعني ولكن نرجع بنقول الحكومة او الشرطة يعني اتصور انا بطلب تسكير عندي في البلد وبعلنها قدام اهل السكان سكروا البلد ما حد رح يموت من اسبوع ولا من عشرة ايام فيش واحد بموت بالأخص احنا الشعب الفلسطيني يعني بكونوا محضرين حالهم في البيت لشهر وشهرين هاي اللي بدي اسألك انت بتقول واكثر من مرة ذكرت في هذا اللقاء انا طلبت اغلاق بلدي ولكن احنا منشوف رؤساء مجالس بلدي اخرى اللي بيقاتلوا مشان بلدهم يقع هاي هاي النقطة اللي انا وفي ابو غوش اربعين تلاتة وتسعين انا تكريبا تحكي شو اسمه شفا عمر تشوف قديش عدد سكان شفا عمر اربعين خمسة واربعين الف هاي وإحنا قديش ابو غوش تسعة تلاف انا اربعة تلاف تلتمية اربعة تلاف وخمسمية نسبة هاي اذا بدي تطلع عن نسبة انا اكتر منهم اوكي مع ان هناك مسكرين يعني اخذ لك شفا عمر اربع دخلات لالها اوكي ومسكرة هلأ يوم انك انت بتيجو بتقول للشرطة لا الضبط يا عمي مسكروا البلد اوكي الوضع سيء الوضع عماله بالدهور اوكي وتسكير نهائي بالديا اوكي نقول لك الحكومة بتاخد كرار هلأ انا بين وبين نفسي شو بدي تحله انتو ما بتكون تخسروا مساري بتكون تحطوا محسوم له حاجز في دخلة البلد واذا لها دخلتين دك تحط حاجزين وبدك تبعد سيارة ولتين يلفوا في البلد مشان يساو مخالفات فكله احساب مادي اقتصادي بالنسبة اقتصادي لقلهم فانا بطل من الرؤساء المجالس العربية اللي بتمنى الشفاء لكل شخص موجود في اي بقعة ارض في فلسطين او في الدولة بالشفاء العجل ولكن طلب من الرؤساء المجالس العربية مش اذا في سيجر ان تسكير لا يا عم افتحه ماو التسكير لا لك لمصلحتك لمصلحت شعبك مش لازم انت ترفضه شو في اسباب عينيه لعدد الاصابات عندكم في ابو غوش في عين نقوب في ابو غوش في مثلا سبب معين تقدر تحط ايدك عليه وتقول هذا السبب لانتشار المرض في بلدي مثلا تجمهر في مناسب ماء مأتم حفل زفاف المدرسة شوف صار من المدرسة بلش اول شيء من المدرسة وصبت واحد عنا في البيت وبعد انتشار يعني انا عندي في المدرسة امبارك كان امبارك كان تسكير كان جلسة اليوم يفتح قلت لي مستطب ما في فتح مدرسة انتو بتاخذوا قرار بالفتح انا بنزل بغلك لبواب لو انت انا وين تبكوا المدرسة جلسة تقييم ايوه ف يعني قبل بداية اسبوع الجاي مش راح ندرس تفتح عنا مش ممكن خليهم يفتح اسبوع هذا الا تمنا ينزل اليوم انا واكف على 43 عيان يعني هلا وانا جاي بالطريق بعتولي 43 من 43 حالة في عندي 42 طلاب 42 طلاب معناها معظمهم اي نعم يعني بدك تقول فوق الـ 50% 21 من السكان هلا بالاضافة ل 17 معلم ومعلمة هلا المعلمين والمعلمات عندنا يعني من معناها العدد اكبر من 43 حالة انا بذكر المعلمين ما ذكرت المعلمين لان المعلمين في من هون من وادي عارف في من هانا في من جميع المثلث والشمال في من القدس برضا وضواحيها بدا سألك بما انك ذكرت المدرسة وعندك عدد اصابات في المدرسة سواء في صفوف طلاب او معلمين كيف بتسمع عن التعلم عن بعد لدى الاولاد في بلدكم هل ماشي الامور كما يجب هل في طلاب ما بفوتوا على دروس اللي عن بعد هل حاولتوا تتواصلوا معهم اشياء من هالنوع اي نعم نتواصل مع الاسف الشديد يعني نكنح حالنا ان التعليم عن بعد بجيب نتيجة لا والله ما بجيب نتيجة مش لازم نضحك على حالنا يعني اللي هو توبك يعني بالمدرسة الوضع اللي احنا موجودين فيه الطالب يتعلم في المدرسة وحط راسه وركز على التعليم في جوة المدرسة مش إنا عالبود بعدين عالبود بدك لكل طالب يعني حسوب يكون عنده يعني أنا كثير بيجيني شكاوي من الأهالي يعني تلفوني دائما ممسوك مع أولادي أو الكمبيوتر ما سكونوا الولاد واللي بيجي بكلك عم يساعدنا مشان الله كمان الكمبيوتر ولا اثنين وبيجي بيجيبو لك كمبيوترات اللي محشبين مستعملين أوكي ويوزعو لك طيب تنجيب جديد جديد يوم بيجي هدهش بدا يجي جيبو لك مية ولا مية وخمسين من على حسب كبر البلد يعني نعم احنا في عنا 1200 طالب يوم بيجيب لك مية وخمسين عم عندك توزحهم ف مع الأسف الشديد أنا إذا بتسأني رأي كيف كان التعامل وإدارة ملف الكورونا كله تخبيص يعني بلا مؤاخذة فيها الكلمة كله كان تخبيص سيد مانع وضل رئيس من الجساء النقوبة سؤال أخير سأطلب منك تتوجه لأهالي بلدك تخاطبهم عبر قناة هلالآن وموقع بانيت وأنا بتوقع قسم كبير من أهالي بلدك بشوفوك الآن في بسحة مباشرة شو بتقولهم إذا هذه الظروف اللي إحنا بنعيش هاليوم توجهي لأهل بلدي الغاليين علي إن زي ما أنا حكيت قبل سبوعين كنت عندك هون برضو وتوجهت لقلهم وقلت لهم الكورونا ما خلصت وحسدت حالي يعني قالوا لقلت لهم اثنين عندي الاصابات من 87 نزلت هم لاثنين فبعد أربع خمس أيام بلاش يطلع فتوجهي لأهل بلدي أول إشي الله يشفي العينين وكيمهم بالسلامة واللي في المستشفيات روحوا بالسلامة ويفرج على الموجودين بالحجز ولكن أهم من هيك إن الكورونا ما راحت ولا راح تروح قبل خمس شهور أو سنة فما نضحكش على حالنا يعني أنا من شهر ثلاثة من أول ما بلشت لليوم محافظ لليوم يعني كل ما يكون عندي فحص في البلد بستغل الفرصة وبرة بفحص حالي والحمد لله يعني ولكن في عندك ناس إيش بكتبول يوم بكتب لهم إن في مثلا بكرة ولا بعد في نقطة كورونا نقطة للبحص يا أبو ناصر يعني اسمح إنا في الكلمة نجي نفحص بعدين يدخلونا 14 يوم يا أخي ما أنت بتعدي غيرك وبطل من الستات الأمهات إن إذا في عندها بنت ولا ولد عيان بالكورونا ما تبعتوا على الدكان ولا تبعتوا على المدرسة لأن هذه كارثة فهذا هو طلبي من أهل بلدي وبرضو مش من بلدي أنا بعد حالي كل الكرة العربية والمجالس العربية أهلي وحبايبي هم مني وأنا منهم إن إديروا بالهم شكرا جزيلا لك سليمان عوض الله رئيس مجلس عين نقوبة حضرت إلى استوديوهات قناة هلا شكرا على حضورك شكرا لإلك أخش حدا وبتمنى إنكم تموا مستمرين زي ما إنتوا هلا مستمرين أنا بصراحة حدفت عدة كنوات هلا إسرائيل وهلا بشوف بس يعني الأمانة والله يوفقش جميعكم شكرا جزيلا لك العفو يا سيدي شكرا لإلك المشاهدون والمشاهدات الأعزاء سنخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نستوفي معكم باقي فقرات برنامجنا الإخباري هذا اليوم فابقوا معنا أهلا أهلا بكم مشاهدين الأعزاء مجددا وقبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم بتحميل تطبيق موقع بنت الآن للحصول على كل الأخبار العاجلة على هواتفكم بشكل فوري ونبقى في شؤون الكورونا وتقييداتها حيث نظم أصحاب مطاعم عرب ويهود ظهر اليوم تظاهرة احتجاجية أمام مبنى الكنيسة تحت عنوان خلص بكفه بدنا نفتح وذلك للمطالبة بوضع مخطط واضح مع مواعيد محددة لعادة عمل المطاعم واستقبال الزبائن حتى وإن كان ذلك تحت تقييدات وقد نقلت قناة هلا وموقع بنت من مجموعة بانوراما هذه التظاهرة في بث حي ومباشر لنشاهد مقاطع من هذه التظاهرة الصاخبة الوضع الوضع أصبح لا يطال والكل يعرف أنه الوضع اليوم عندنا في الثمانية واربعين أو في كل الداخل ككل اليوم المطاعم هي الوحيدة أو من الأشياء الجدا قليلة اللي ظلت مسكرة مش فاتحة بعد ما فتحوا المجمعات التجارية وفتحوا شطوط البحر ظلينا إحنا إحنا المطاعم في الداخل فيها أكثر من 200 ألف عامل عربي 200 ألف بني آدم بشتغل مطاعم ما عندوش الشغل اليوم وقاعد في البيت اليوم المزارة بتتقول لك إحنا سامحين لكم تشتغلوا تيكاوي ثقافة التيكاوي يا عمي في المجتمع العربي مش دي المجتمع اليهودي هذا لا يصح هذا هو ظلم بحد ذاته المطاعم اللي تشتغل الكبيري مثل بعض أصحاب المطاعم اللي هون هذولا ما بشتغلوا تيكاوي ما عندهم تيكاوي يشتغلون اللي بشتغل سمك بمطاعم وبرضوا متضرغين بس الدرر على المطاعم الكبيري هو درر أكبر نسالتكم موجهة لمين إيش هسا يعني بتطالبوا يعادل سلاح المطاعم إحنا من طالب يرجعوا المطاعم تفتح تشتغل عادي على العلامة البنفسجية أو على التابسا أو حتى بأكل من ذلك بس المهم إنه نفتح إحنا بزبطش إنه نحارب البطالة بين جهة ونكعت 200 ألف بني آدم بشتغل مطاعم جهة ثانية بالبيت إحنا من طالب فورا من الحكومة تسمح تفتح المطاعم لأنه المطاعم أثبتت وزارة الصحة إنه المطاعم هي أقل نسبة ضرار بالنسبة للكورونا بالنسبة لها تتعدى الواحد بالبيت كان لكم اجتماعات رقوات مع المسؤولين إحنا اجتمعنا وبعثنا برقيات وقعدنا وأوعدونا وحاليا الديون أو الجلسة اللي في الكنيسة جوا هي على أساس منح أصحاب المطاعم الجدد اللي لا يستحقون تعويضات من الدولي منحهم تعويضات بس للاسف الشديد هاي التعويضات لا تكفي عشان تستشغل والأشياء المخرجة أو الدفعات تبعات المطاعم المطاعم عندها أكثر منسوب دفعات موجودة بين الأعمال الشخصية أو تعالي نقول بين المحلات التجارية فهذا كله لا يكفي إحنا بدنا نفتح المطاعم بدنا الحياة يرجع زي ما رجعت بكل محل أعضاء الكنيسة أيضا أعضاء كنيسة عرب جاءوا للتضامن معكم يعني الرسالة الآن سيوجهها عبر قناة تلا طبعا دكتور طانس الشحاتي ودكتور أحمد طيبي وأسامة السعدي ما قسروا وهم كانوا معنا بتواصل طول الوقت كانوا باجتماع في مطعم روتانا عند أخونا أبو علي من حيي من هون كانوا في اجتماع في مطعم روتانا في عرابي ونتأمل أنه نحن نحاول نقدم كتشم نخضر على أساس نساعد مجتمعنا ونساعد الشغل اللي إحنا منحبه ونرجع الحياة زي ما كانت We're here together لا يوجد فرنسة ونعملون من فرنسة ونعملون من فرنسة هل ترون هذه الأخلتات؟ فهم سجر ليلي فهم لا يوجد سجر ليلي سجر رشون سجر شني سجر شلشي كنيون إن كان كنيون إن لا لكن المسعدات فهم لا ولكن والأمودة חילמאית فهنا نحن هنا واיצعنا فهنا صحيح أي فهنا 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 فهم 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 نحن هنا لكي نرفع صوتنا معكم لأصحاب المطاعم للعيش باحترام وعدم المس بكرامة أصحاب المطاعم للعيش بكرامة والسماح لنا ولكم في فتحة طبقا للتعليمات الأمر الأساس هو أن أكثر من تضرر هم أصحاب هذه المصالح أو كل ما له علاقة بالجموع مثل أيضا الثقافة أو السياحة كل هذه المجالات لا توجد لها لا تعوضات ولا مخارج ملائمة وهذا الأمر الذي يجب أن نتحقق هذا هو الأمر الأساسي يعني نحن نفهم تماما أن قضية الصحة هي أساس الأساس ولكن عندما يتضرر الناس نتيجة لأزمة دولية عالمية فالمطلوب هو تعويض ملائم ومخارج ملائمة وهذا الأمر غير موجود الآن يعني طرحتم هذا الموضوع على طاولة الكنيسة مع وزير الصحة يعني إيش ردد البعل عنده؟ هذا الأمر نطرحه أسبوعيا ولكن هذه الحكومة غير اجتماعية معادية للطبقات الضعيفة معادية للمحتاجين هذا كل إنسان يجب أن يفهمه يجب أن يفهم كل إنسان أن عقلية الحكومة عقلية اليمينية هي معادية لبسطاء الناس الناس يجب أن تفهم ذلك تماما هذه الوقفات وغلاقة الشوارع الآن؟ هذا هو النضال الصحيح المطلوب الآن؟ هذا شزء من نضال اللي تحول إلى المعارضة الحقية عندما انتهت المعارضة في الكنيسة إلا من فئات صغيرة المعارضة الجوارية هي المعارضة التي بالشارع التي تخرج بالجزور ببلفور بالشوارع وهنا أرى عرب ويهود معا هذه المعارضة التي تقط مضاجع نتانياهو حتى عند الذهاب الانتخابات ويعرف أن الألاف المعلفة التي تخرج أيام الجمعة والسبب مع هذه المجموعات تتعول إلى طاقة أيضا انتخابية ضده وهذا الأمر يسبب خلق جديد للحكومة لمن يقوم على رأسها كسؤال الأخير ممكن أن نقول هذه القضية وحدة القائمة المشتركة بما يتعلق بالأيام الأخيرة؟ القائمة المشتركة يجب أن تتوحد ليس مغط على هذه القضايا وإنما أعمق بكتير نحن أبناء الشعب وواحد نحن أبناء هم وواحد ويجب أن نعمل كل المسؤولية أن نبقى موحدين وأن ما فعل نتانياهو بنا آخر شهرين لا يليق منها يجب أن نعتذر للناس عما حدث آخر شهرين نرجع موحدين الوحدة قوية والوحدة أمانية نرجع حتى الآن ما في رجوع ما في كلمة واحد داخل القائمة المشتركة يجب أن نكون صادقين مع الشعبنا وشعبنا ذكي وشعبنا شاين أنه فيه تخبطات آخر شهرين يجب أن نحترم من أعطانا 15 مقعد أن نحترم من أعطانا هذه الثقة الكبيرة وأن نحافظ على وحدتنا إذن كانت هذه الأجواء خلال المظاهرة لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيسة وإلى موضوع ليس بعيدا في ظل الحديث عن حل الكنيسة وتوجه الانتخابات المبكرة تتجه الأنظار في الشارع العربي إلى القائمة المشتركة التي شهدت شرخا في العلاقات بين مركباتها وسط حديث محللين عن إمكانية تفكك هذه القائمة وبروز قوائم أخرى تود المنافسة على الدخول للكنيسة ووسط كل هذا يثار مرة أخرى دور المرأة العربية في العمل السياسي والبرلماني فهل نشهد دخول وجوه نسائية جديدة للكنيسة في الدورة القادمة وهل يزداد تمثيل النساء العربيات في الكنيسة أم يتراجع للحديث حول هذه القضية تنضم إلينا في الستوديو في بث حيو مباشر أنهار مصاروة مستشارة للنهود بمكانة المرأة في مجلس عارة عرعر المحلي ومديرة الوحدة للمساواة الجندرية في قفعات حبيبة أهلا وسهلا بك أنهار مصاروة مساء الخير أهل الأخي شحالة قبل ما نحكي عن المرأة والتمثيل النسائي في الكنيسة هل في رأيك نحن في طريقنا إلى الانتخابات مبكرة؟ طبعا أكيد يعني واضح الحكومة لم تثود ذاتها ولا يوجد إتلاف كما يجب فمتوقع أنه راح يكون لحد شهر ثلاثة مكسبوم أربعة يكون في الانتخابات جديدة استمعت إلى الأصوات من مظاهرة أصحاب المطاعم في القدس اليوم وانت قلت هم محقين يعني وراء الكواريس قلت محقين في مطالبهم برأيك كيف تدار أزمة الكورونا في البلاد؟ أنا بتوقع أنه الإدارة سيئة وفاشلة يعني كان فيه إمكانها احتواء تفشي المرض يعني بترك ثاني أخرى غير أنه يأثر على الوضع الاقتصادي إحنا اليوم كنا في أزمة المرض اللي هو أزمة الكورونا بس عنا صار أزمات أخرى أزمات الوضع الاقتصادي الفاشل أزمات الوضع الاجتماعي العنف المتفشي في مجتمعنا كان فيه إلو تأثيرات وإسقاطات جدا كبيرة على المجتمع وخاصة المجتمع العربي يعني فكانت إدارة الكورونا يعني لم تأخذ بعين الاعتبار أنه الدولة فيها عدة فئات وكل فئة تختلف عن الأخرى ويجب الاهتمام فيها بوسائل وطرق أخرى فمتوقع أنه كانت إدارة فاشلة لم تأخذ جميع الجوانب ولم تنظر إلى بعد نظر خاصة الوضع الاقتصادي الوضع الصحي للنساء يعني كان فيه كثير أضرار وراح تستمر الأضرار للمستقبل يعني حاليا إحنا عايشين في الأزمة بس ما بعد الأزمة رح يكون أصعب من اللي إحنا موجودين أنت قناشطة نسوية بتشوفي أنه نساء هن تضررن أكثر من أزمة الكورونا أكثر من الرجال طبعا أول شغلة بالنسبة للعنف ظاهرة العنف زادت في عنا اليوم حوالي 200 ألف يعني هاي المؤحسيات اللي بحكي لك إياها من قبل يعني مدروسة 200 ألف أسرة 200 ألف إمرأة وأولادهم طبعا معنفين وهن في ضائقة وفي خطر زادت نسب التعنيف أو التوجهات للجمعيات النسوية اللي ممكن يخذوا منها استشارة أو يلجوا إلها 62% بفترة الكورونا من بداية الكورونا لغاية الآن قتلت 21 إمرأة في البلاد 13 من هن نساء عربيات وطفل فوضعنا كثير متضرر هاي منحة العنف كمان في عنا تضررات من ناحية المستوى الاقتصادي أول الكورونا خاصة في الجائحة الأولى أول أشخاص اللي هم أصرفوهم من عملهم لعطل غير مدفوعة الأجر هنه النساء وهذا يعني ترك كثير أثر أثر سلبي أثر سلبي كبير على النساء اللي هنه بفجأة بدون أي دخل اقتصادي عدا عدا أنه أنه له تداعيات ثانية اللي هو العنف الاقتصادي إنه لما بتكون المرأة بدون أي دخل خاص فيها وإحنا بنعرف لاستقلالية المرأة بتنبعه من استقلاليتها المادية فهذا بأثر برضو كمان على كلمتها وعلى الموقفها وعلى المكانة تبعتها في أسرتها وللأسف بكون وضعها كثير متأذي ومزرق خلينا نحكي شوي سياسة كدهش مهم حضور المرأة العربية في انتخابات الكنيسة القادمة سواء على صعيد المشاركة أو على صعيد الترشيح جدا مهم أول شي أنا فخورة أنه الانتخابات اللي فاتت كان في عندها خمس عضوات برلمان اللي هنه فيه أربعة من المشتركة وكمان من الحزب من نياش عتيد غردي رمليح غردي رمليح آسفة على اللي ننسيت الاسم فهي ذكاة إنجازة يعني بحد ذاته بس المشكلة مش أنه كمان نوصل لكنيسة كمان بدنا نعمل إحنا لقيش إحنا ممثلين الجمهور إحنا ممثلين نوصل صوتنا لمتخدين القرار المفروض أن يكون فيه عمل عمل و عساس أنه مش أنت بحث في البرنامج اللي صابت أنه يعني بنتك دول أعضاء الكنيسة الكنيسة إحنا نتخبرناكم أنتم ممثلين المفروض تعملوا برامج وخطط استراتيجية لنهوض بمجتمعنا وينو هذا الطرح كمان النساء برضي يعني أنك أنت وصلت الكنيسة المفروض أنه كمان تعملي من أجل الناخبين اللي وصلوك للموقف يعني أنت مش راضي عن أداء النواب العرب من القائم المشتركين يعني بعدلش أنتكدهم أنا ضد الانتقاد لا مسألي كيف تقيم أداءهم أنا لا أستطيع تقيمين من أنت أقيمهم بس المفروض أنه أي ممثل جمهور يعمل على توسيل الرسالة يعمل على خدمة مجتمعه فيه كثير برامج فيه كثير ميزانيات اللي ممكن أنه إحنا نحصل عليها وأنه نخذها لغاية الآن ما وصلت مجتمعنا في الوسطة العربية يعاني من إشكاليات ومن تداعيات جدا خطيرة خاصة العنف وعنف الجريم المنظمي وإحنا بنعرف اليوم كيف سوق السوداء اليوم السيطرة السلاح المخدرات المستوى التعليمي المزري جاهزية وزارة المعارف جاهزية المدارس تعرف اليوم إحنا بالكرة أنا بقوله طيب إشتغلوا عن تريك لزوم وعن تريك الإنترنت طيب فيه كرة ما فيش بيها إنترنت يعني بالمرة فالإشي كثير صعب بدون ما يكون فيه إلك قادة قوية لتسمع صوتك إنها تجيب لك ميزانيات تجيب لك أشياء برامج خاصة صعب إنك أنت تستمر يعني اليوم مجتمعنا واعي وبطل يعني صحيح كنا بالأول نقول إنها قائمة عربية يعني النخوة عندنا كبيرة إنه لازم ندعم الأحزاب العربية طيب وبعدين يعني المفروض إنه إحنا برضو مثل ما إحنا نتخبناك ووصلناك للكنزة كما تهتم لمتطلباتنا ولظروفنا المعيشية اليومي يومية اللي إحنا منعيشها فاليوم مجتمعنا جدا واعي بحاجة لطرح جدا قوي لرؤية بعيدة المدى لتحصيل برامج وميزانيات اللي تخص جميع شرائح المجتمع غير برامج للمرأة في عنا برامج لتول إحتياجات الخاصة برامج للجيل الذهبي برامج للشبيب بضائقة يعني في عنا كثير شغل إن نشتر للمجتمع لأننا النهوض فيه المستوى الاقتصادي جدا صعب يجب خلق فرص عمل يجب خلق أماكن تشغيل بناء أماكن عمل زلت عسية مناطق صناعية مناطق صناعية لو بد أنت عديت كثير من القضايا المؤلمة للمجتمع العربي لو بدأ أطلب منك تحدد بضعة القضايا اللي بتخص المرأة العربية اللي على النواب العرب إنهم يعملوا عليها في حملتهم الانتخابية القادمة من أجل تحقيق يعني مطالب المرأة العربية شو أكثر أكثر قضايا بتخص المرأة العربية بتشوفيها أنت ملحة ويعني لازم يشتغلوا عليها بدون تأجيل اه منيح سؤالك بكرة في عندي مؤتمر بالصدفة يعني مؤتمر اللي هو راح يتناول اهم قضايا المرأة والطرق الابتكار في التعامل معها بسبب جائحة الكورونا اهمها قضية العنف زي اللي حكيت لك عنه انه العنف جدا في التفاكم ويجب ايجاد حلول غير الحلول النمطية اللي احنا متعودين عليها كمان في قضية المساواة في الاجور قضية الاقصاء مثلا على قضية الاقصاء فترة الكورونا وفترة اول اول جائحة لما طلعوا الموظفين السلطات المحلية لعطل غير مدفوعات الاجر اول ما طلعوا هنا المستشارات لنهد بمكانة المرأة واحنا بنعرف كداش مهم المستشارة لنهد بمكانة المرأة تكون في لجنات الطوارئ لازم تكون في لجنات الطوارئ فعنا عنا اشكالية كثيرة غير الاقصاء كمان في عنا قضية التمثيل السياسي في السلطات المحلية او في الكنيسة او في اللجان الحكومية او اللجان الفاعل في المجتمع في عنا كمان قضية العنف الاقتصادي راح تكون في محاضرة عن قضية العنف الاقتصادي وكمان قضية جدا مهمة اللي هي صحة المرأة وخاصة بفترة الكورونا راح تكون في محاضرة عن اهمية صحة المرأة وكيفية علاجها واجاد حلول لتجاوزها هل بتفكر تخوض انتخابات الكنيسة القادمة القريبة؟ اه صراحة لغاية الان لم افكر في الموضوع طبعا انا كنت مرة مجرشحة في حزب اللي هو كان حزب جديد بشهر اربعة لالفين وتسعتاش بس من التجربة عرفت انه حاليا المجتمع غير جاهز لكبول حزب جديد خصد حزب نسوي عربي يهودي مش عارفة سنة ندرس الموضوع ممكن انت منشوف شو بك سؤال الاخير لالك شو رأيك بترشيح امرأة عربية لرئاسة الدولة؟ سيدة الاعمال اللي هام خازن من البيعنى اعلنت من هون كانت جلسة على نفس هذه الطاولة عن ترشحها لهذا المنصب قبل ايام قليلة شو رأيك في هذا الترشيح؟ انا شخصيا ما لا اعرفها انما منحة من ناحية المبدأ يعني لو اي سيدة حكيت اه لا لاش لا ممكن ان رئيسة الدولة رايح يكون بس رجل وتحدي صعب يعني وتجاوز السقف جدا صعب اما انا بحييها اول شي على جرئتها كل الاحترام احنا بحاجة لناس زيها اللي عندهم جرئة وايش يخكوا وايش يقولوا ان شاء الله انها بتتحقق حلمها بس بعرف انه بهاي الفترة اول شي عندها كثير دوائر وتحديات لا تتجاوزهن اول شي شغلة كونها سيدة امرأة ثاني شغلة كونها عربية في مجتمع اللي هو من الاصل يمارس ضده كافة انواع العنصرية فبتوقع انه شوي صعب بس بكفيها شرف المحاولة شكرا لك انهار مصاروي مستشرة النهود بمكانة المرأة في مجلس عارة عرعر المحلي ومديرة الوحدة للمساواة الجنرية في قفاة حبيبة شكرا على حضورك شكرا لك انتوك العافة وننتقل الى موضوع اخر حصلت خريجة كلية الحقوق في الجامعة الاردنية في عمان نسرين يوسف داود من بلدة المزرعة والبالغة من العمر اربع وشرين سنة حصلت مؤخرا على شهادة مرافعة شرعية ورقصة مزاولة المهنة وقد اختارت نسرين يوسف داود هذا المجال دون غيره من المجالات في الحقوق والمحامة من اجل تحصيل الحقوق لاكبر عدد من النساء المرافعة الشرعية نسرين يوسف داود تنضم الينا الان في بث حي ومباشر من المزرعة مساء الخير لك نسرين مساء النور في بداية الحوار معك بدي اسألك ماذا نعني بالمرافعة الشرعية وما هو الدور الذي تعديه بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على افضل الخلق والمرسلين قبل بداية عن تعريف ما هي المرافعة الشرعية رح اتطرق بالبداية ايش هي اه نقابة المرافعيين الشرعيين اللي تأسست في تشرين الاول في الالفان وتماني اه نقابة المرافعين الشرعيين بس عند بدئها بالتأسيس قامت بوضع اهداف اه هذه الاهداف اه تم وضعها اه التي تتم اه من خلال النقابة وللمرافعين الشرعيين للحفاظ على اعمال التي ستقوم بها ومن واجبات هذه النقابة ان تضع احكام الشرعية وتتم تطبيقها في المحاكم الشرعية وكذلك المحاكم الشرعية التي تقوم بتطبيق هذه الاحكام في اه المحاكم وهي التي بقريبة لعقيداتنا والتي هي صلة اه قوية بيننا وبين عقيداتنا هي وما هي المحاكم الشرعي من خلال القوانين التي تتم من خلالها والاحكام والان سابدأ بتعريف ما هي المرافعة الشرعي المرافعة الشرعي ووزيفتها المرافعة والمدافعة امام المحاكم الشرعية في جميع درجاتها البداية والاستئناف والذي يميز المرافع الشرعي هو خبرته بأصول المحاكمات الشرعية ومعرفته للشريعة الإسلامية من خلال دراسته وفقه في الأحوال الشخصية الذي يكسبه الذي يكسبه تمثيل الفرقاء بصورة كاملة نسرين لما يسمع الشخص كلمة أو مصطلح مرافع شرعي رأسا مباشرة يتورد إلى ذهنه قضايا الطلاق والانفصال بين الأزواج أنت لديك ما تقرينه في هذا الخصوص للأسف في هذه الصورة المعروف من كلمة مرافع شرعي أنه وظيفته فقط الطلاق والزواج وهذا مفهوم خاطئ لصورة المترافع الشرعي صلاحية المترافع الشرعية ليست فقط الزواج والطلاق إنما إلها صلاحية عميقة وواسعة أكثر بكثير من المفهوم الخاطئ الموجود له صلاحيته كالميراث صلاحيته تحرير ترك وقف نفقة مهر الذي نص عليه أصول المحاكمات الشرعية الذي جاء في المادة السابعة فمفهوم المرافع الشرعي للزواج والطلاق هذا مفهوم خاطئ للأسف لماذا اخترت تتوجه إلى هذا المجال تحديداً؟ وانت درست المحامات سبب اختياري أني أتوجه لهذا المجال بالبداية لأنه هو مجال واسع كتير للي بيستعمله من طريقة شرعية بطريقة بترد الله بالكتاب والسنة فهو بحافظ على حقوق الإنسان بالبداية بحافظ على حقوق المرأة بحافظ على حقوق العائلة فهذا السبب الكبير اللي جعلني أنه أدخل هذا المجال وبالإضافة إلى ذلك اللي هو بيمنع القتل اللي عم بيحدث آخر فترة في البلاد بسبب الميراث وإلى آخره من هذه الأمور شو ردود الأفعال اللي بتسمعيها من الناس حاول لعملك كمرافعة شرعية ردود الأفعال أكيد كل واحد رح يلاقي إيجابياته وسلبيات والحمد لله إنه كانت نسبة الإيجابيات لإني أكون وآصل لمرافعة شرعية ونسبة التشجيع كانت كتير أكبر وزي إنه بالبقلك آه أنت أدها فالحمد لله يعني كانت نسبة الإيجابيات بكتير من السلبيات ممكن أسألك من قدم لك المساعدة وساندك في قرارك اللي تخذتي إنك تحصل على شهادة مرافعة شرعية يعني هذه مهنة يعني إلها خصوصياتها في مجال المحامة صحيح بالبداية كانت المساعدة اللي هي أولا وأخيرا للأهل اللي وقفوا معي في كل الهدف لحتى وصلته كمان بهاي النقطة أنا لازم أشكر دورة المرافعة الشرعيين الموجودة في أم الفحم اللي كانت معنا من البداية للنهاية حتى وصول لهاي النقطة في كثير في السنوات الأخيرة بنشوف محاميات ونساء يعني يشغل دور مرافعات شرعيات وهذا الإشي ما كانش موجود في الماضي باعتقادك شو سبب هذا الأمر ازدياد عداد المرافعات الشرعيات النساء بالبداية هون رح أحكي مش بس عن المرافعيات الشرعيات بالماضي كانت الفكر والوعي لأن المرأة إنها تشتغل في المجتمع وبالأخص بالمجتمع العربي كان كتير ضعيف كان في مجتمعنا إن فكرة المرأة هي فقط للبيت فكرة المرأة لتربية الأولاد لا غير الآن أصبح عنا فكر أوعى أكبر بزمننا هذا صارت إنه المرأة تساوي الرجل المرأة تنافس الرجل على هذه المناصب ليست فقط في المرافعة الشرعية فكذلك ديننا الإسلامي لم يحرم أن المرأة أن تكون تمارس وتأخذ مناصب إنما فعل ذلك مجتمعنا للأسف ولكن الآن أصبح مجتمعنا لديه الفكر والوعي الكافي كإنسان يعني متطلع على موضوع القضايا الخلافات الزوجية والطلاق كيف بتفسر الارتفاع في نسبة الطلاق لدى المواطنين العرب في البلاد في السنوات الأخيرة شو الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع هذه النسبة للأسف للأسف أنه في الأون الأخيرة أصبحت نسبة الطلاق كبيرة لدرجة لا تعد ولا تحصى وللأسف أنه أصبح أنه يأخذون هو الحل الأول رغم أن يوجد هناك حلول أخرى وعدم إدراكهم للنتائج والأشياء التي ستحدث بعد الطلاق والسبب في ذلك بالنسبة لي أن هناك فقر ثقافي بين الزوجين في مشروعي الزواج والطلاق بالإضافة إلى ذلك أنه في الآونة الأخيرة أصبحت زواج بين الأزواج الشابة الذين يبلغون سن الزواج ويقبلون إلى الزواج غير مدركين لما معنى كلمة زواج ما الهمة التي يريدها للزواج القدرة على أن يكونوا أسرة فمن هذه النقطة سأعطي ملاحظة للذين يريدون أن يقبلوا للزواج أنهم يكونوا مدركين للمعنى الصحيح للزواج ولزميع الأزواج أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بالحسنة والمودة والرحمة حتى تستمر العلاقة بينهم شكرا جزيلا لك المرافعة الشرعية نسرين يوسف داود كنت معنا في بث حي مباشر من المزرعة شكرا لك وتننياتنا لك بالنجاح شكرا لكم المشاهدون والمشاهدات الأعزاء سنخرج الآن إلى فاصل إعلان قصير ومن ثم نستوفي معكم باقي فقرات برنامج هذا اليوم الإخبار فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الأعزاء مجددا وقبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم بتحميل تطبيق موقع بانت الآن للحصول على كل الأخبار العاجلة على هواتفكم بشكل فوري وننتقل إلى الموضوع التالي أقدم مجهولون في الأيام الأخيرة على إحراق شاحنة نفايات تعود ملكيتها لبلدية طمرة علما أن هذا الاعتداء على سيارات وشاحنات من ممتلكات البلدية ليس الأول من نوعه في الأسابيع الأخيرة من ناحيتها استنكرت بلدية طمرة هذا الاعتداء ووصفته بالجبان للاستزادة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طمرة في بثحة مباشر مراسل قناة هل الفضائية فتحلم ريح وإلى جانبه رئيس بلدية طمرة الدكتور سهيل إذياب مساء الخير لكم مساء نور زميلة هشهادي هنا من بلدية طمرة بالفعل كما أشرت أن هناك ما يزيد عن الست مركبات تحديدا سبع مركبات خدمات لبلدية طمرة تم حرقها وعلى مرور بعض الأيام عانت مدينة طمرة بسبب حرق هذه المركبات لوضع النقاط على الحروف ما الذي جرى من حرق هذه المركبات وأين التحقيق يتواجد اليوم وماذا فعلت بلدية طمرة يعني للجم هذه الظاهرة وحل مشكلة وأزمة جمع النفايات في مدينة طمرة إلى جانب الدكتور سهيل إذياب رئيس بلدية طمرة يعني مش أول يوم بتصحوا عليه مركبة للخدمات محروقة في طمرة الأمر وقعه صعب عليك وأنت على الأقل كرئيس بلدية طمرة شو الله صار وين تصار وين وقف اليوم طمرة الناس حاب تسمع شو الله عم بيصير وشو الله صار بسم الله الرحمن الرحيم قبل خمسة أشهر قام مجهولون جبناء متخاذلين بحرق سيارتان للنفايات لمقاول نفايات من الوسط اليهودي وقبل أسبوع قاموا بحرق خمس سيارات في موقف بالسيارات وأيضا في ساعات الليل المتأخرة خففيش الليل مجموعة كما قلت من الجبناء المتخاذلين الأنذال ولكن قبل يومين قاموا بحرق الرافعة اللي هي ممتلكات بلدية طمرة قمنا بشراء هذه الرافعة هذه السنة إلى 2020 ويعمل علىها شاب خلوق جدا يعمل بعطاء وانتماء بكد وجد وقاموا بحرقها أيضا في ساعات الليل خلال توجودها في ساحة بلدية طمرة هناك من تحقيقات في الشرطة هناك في اعتقالات صارت بعد هذه الحادثة ولا عمليا وين الصورة واقفة اليوم إن بعض الظنئث لا يمكن اتهام أي شخص ولكن أقول أنهم مجموعة من الجبناء المتخاذلين طبعا الاعتداء على الممتلكات العامة هو عمل إجرامي وعمل جبان وكما قلت هاي الممتلكات تعود إلى ملكية بلدية طمرة وكان في عنا مشكلة في جامع النفايات هل حلت هذه المشكلة العمليا كيف رأينا حلها حل قسم منها أو حلت بشكل كامل حلت بشكل كامل والحمد لرب العالمين رئيس السلطة المحلية في مدينة طمرة مع جميع النواب قمنا في ساعات الليلة المتأخرة بإحضار المركبات والحاويات الأخرى من كريات بيالك وقمنا في ساعات الليل بمرافقة عمال النظافي اللي عملوا بكل إخلاص وأماني من أجل إعادة مدينة طمرة لنظافتها وعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي ورافقناهن خلال ساعات الليل وكان إلي الشرف العظيم إني أرافق هاي المجموعة من الشباب هل في تخوفات عندك رئيس بلدية يعني يعاد هذا المسلسل الحرق وكل هذا هل عندك تخوفات هل من خطوات ممكن تصعيدية تتخذها لحماية ممتلكات بلدية طمرة هناك خطوات تصعيدية الأهم من ذلك أن غالبية المواطنين تقف إلى جانب بلدية طمرة هناك تحقيق من الشرطة وانبارح كان الاجتماع مع ثلاثين متطوع يريدون مرافقة عمال النظافي خلال عملهن في ساعات الليل وهي سابقة في مدينة طمرة نقول لهذه المجموعة من الجبناء نحن لن ننحني إلا لله سبحانه وتعالى دكتور سهل دياب شكرا لك في هذه المرحلة ونتمنى أن تزول هذه الغيمة سريعا بالفعل هذه هي رسالة رئيس بلدية طمرة بعد حرق سبع مركبات خدمات تعود لبلدية طمرة نعيد البث إليكم من هنا من طمرة مباشرة إلى أستوديوهاتنا في قناة هلا شكرا جزيلا لك الزميل فتح الله مريح وننتقل إلى الموضوع التالي مع إعلان رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو أمس عن تبكير الموعد المحدد لإطلاق حملة التطعيمات ضد فيروس الكورونا في البلاد أعرب كثيرون عن خشيتهم من تلقي هذا اللقاح وشككوا في جودته ومساهمته في بناء أجسام مضادة لمقاومة الكورونا وكما شككوا في النتائج الأولية للتجارب التي أجرتها الشركات المختلفة من ناحية أخرى تستعد وزارة الصحة إلى إطلاق حملة يظهر بها عدد من المشاهير لحث الناس على تلقي اللقاح حيث يقول المختصون أنه إذا كان الإقبال على اللقاح مقبولا في البلاد فإننا قد نرى تخفيفا ملموسا في التقييدات المفروضة على الجمهور مع بداية الربيع القادم للحديث حول هذه القضية ينضم إلينا الأكاديمي والباحث الدكتور عبد عزب مساء الخير أستاذ عبد مساء النور سؤالي الأول قبل أن نسألك عن اللقاحات هل أنت ستأخذ هذا اللقاح؟ بالطبع طبعا أنا راح أخذ اللقاح أنا أعلنت هذا الشيء من زمان أنا كنت عندكم هنا في قناة ثلاث شهر ثلاث وعدت طبعا مش تنبؤ ولا ولا مراهنات زي ما بعملوا في الطوتو باللوتو أنه لحد نهاية الألفان وعشرين راح يكون لقاحه فعلا موجود وأنا راح أخذ اللقاح لسبب بسيط واحد يعني أنا كرجل علم وحضرتك بتعرف أنه أنا الدكتورات تبعتي في مجال العلم أنا مش رجل سياسي كرجل علم يعني لما براجع كل المعطيات وبشوف ما هي الأضرار الممكن أو خلينا نبدأ ما هي الفواد الممكن لللقاح إنها بدأ بتحصل المرض وإحنا زي ما قالوا ممكن في نهاية شهر ثلاث أو بداية شهر أربعة نرجع لحياة شبهة طبيعية وعلى فكرة المسؤول عن موضوع الكورونا بروفيسور أش قال إنه قد يجوز إنه نضطر نلبس الكمامات كمان شهرين بعد هذا أنا ما في عندي مشكلة ما في عندي مشكلة إذا النتيجة راح تكون إنه مثلا بشهر ستة أو بشهر سبعة الحياة تعود إلى طبيعتها ونتريح من الكارثي هاي كارثي في كل المستويات مستوى الصحي المستوى الاقتصادي المستوى زي ما حكت المتحدثي قبلي المستوى العنف في العائلة إذا لقاح الكورونا راح يؤدي إنه التقييدات والكوارث تبعة الكورونا شبه تختفي في شهر ستة سبعة أنا بدون تردد يعني في اللحظة اللي بوصل بلدي عارة ويتاح المجال إلي إنه أخذ اللقاح فورا راح أخذه بس دكتور عبد عزبي يعني ممكن نتفهم تخوفات الجمهور لمعارضين اللقاح بيقولوا لك هذا اللقاح تم يعني تصنيعه وتوصل إليه خلال وقت قياسه يعني وإحنا مش يعني فئران تجارب أولا التخوفات هي تخوفات يعني ليست عارية عن الصحة يعني في منطق في التخوفات بس مشكلها الآن طبعا طبعا ولذلك أنا كمان مرة بعود على جوابي المختصر أنا ماخد اللقاح في اللحظة اللي بيسمحولي الآن بالنسبة للتخوفات يعني مثلا قبل فترة عمموا في تقريبا كل سائل الإعلام إنه يا عمي في ستة من اللي جربوا عليهم اللقاح تبع شركة فايسر ماتوا ممتاز مزبوط يعني من ناحية كحقيقة كإحصاء مزبوط هذا الحكيم مزبوط الآن في أغلب المقالات التي ظهرت في وسائل الإعلام العامي مش في وسائل في المقالات العلمية لم يتطرقوا لأسباب الوفاة يعني اثنين منهم توفوا يعني بدون أي علاقة للقاح أبدا 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 ولذلك نزلنا من ستة لأربعة يعني عمليا نزلت ثلاث لما نزلنا من ستة لأربعة يعني عمليا 33% راحت اثنين الأربعة اللي اللي توفوا من الأعراض الجانبية للقاح وهذا حقيقة يعني من قديش يعني ما هي نسبة الناس اللي جرب عليهم اللقاح أكثر من 6000 يعني أنت بتحكي عن أعراض جانبية يعني قليلة جدا مظبوط هم كانوا ستة ثنين منهم ما قالهم علاقة يعني العلاقة في الكورونا والأربعة اللي ظلوا مظبوط إلها علاقة في اللقاح نفسه ولكن من 6000 تجربة يعني يعني أي واحد بيشتغل في مجال العلم بيعرف أنه هذا يعتبر نسبة الأعراض الجانبية هاي تعتبر نسبة من خفضة فايزر ومدورنا فايزر اللي وصلت للبلاد بشكل عملي عمليا شو الفرق بين هين من ناحية التركيب أنا ما بعرف لأنه أغلب الشركات بتحتفظ في التركيب طبعا بشكل سري واضح يعني معهم حق كمان لأنه بتعرف أنت بتحكي عن أرباح حائلة وبتحكي عن كميات مصاري تقريبا ما لهاش آخر لذلك معهم حق أنه يحتفظه بسري لكن أنا أعتقد أنه يعني الفرق بينهم مش بعيد والدليل أنه مثلا بريطانيا وافقت الحكومة البريطانية وافقت على موديرنا حكومة الأمريكية وافقت الف دي اي وافقت على فايزر أعتقد أنه دول زي هاي واللقاح الروسي اللي هو أصلا الأول ومفعال مش أقل من باقي اللي طور في الغرب وفي البداية لما كانوا يحكوا في إسرائيل فوق اللقاح الروسي وفي أمريكا طبعا واضح أنه الأسباب هي أسباب سياسية صرف لقاح الروسي الأول اللي أنتجه هو لقاح فعال وممتاز لماذا ما أخذ هذه الهالة من المرافقة الإعلامية على مستوى العالم يعني لا لا هو أخذ هو لا شك أنه أخذ بس ما أخذ هالة إعلامية على مستوى الدول الحاقدي مثل إسرائيل ومثل الولايات المتحدة والدليل أنه في كثير مواطنين من إسرائيل كثير ماس وانا بعرف ناس منهم شخصيا اللي طالوا على اليونان أخذوا اللقاح الروسي مش من اليوم يعني أنا أول واحد اللي أنا بعرفه أخذ اللقاح الروسي كان بشهر ستي يعني مش اليوم ثمين في الدول اللي فيها علاقات جيدة مع روسيا اللقاح أخذ 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 دوره والدليل مثلا أنه السلطة الفلسطينية في الضفة رايحة تستعمله والدليل اسمع أنا قلت هذا الشيء في عدة مواضع إذا في مستشفى في العالم إذا في مؤسسة في العالم مؤسس طبي عندها يعني غرور عظمي مثل هداسة عين كارم ما أعتقد إنه ما فيه جزء من الغرور هذا بحق لأنه مستشفى ممتاز لكن جزء منه مش بحق والدليل إنه هداسة وسط على مليون ونص جرعة صحيح هناك تعاون ما بين هداسة وروس لذلك إذا مستشفى مثل هداسة بيجي بيعترف باللقاح الروسي بيوسط على مليون ونص جرعة معناها هذا اللقاح ممتاز دكتور عبد عزب وزيرة الصحة الفلسطينية ميل كيلة ألقت تصريحات قبل أيام مع بدء الإغلاق في عدد المحافظات وقالت بخصوص اللقاح بأنه فيما إذا تم توزيع التطعيمات للمواطنين الإسرائيليين وتم استثناء المواطنين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة فإنه لن تكون هناك فاعلية للقاح لدى المواطنين الإسرائيليين إلى أي مدى هذا الكلام صحيح هذا الكل هذا الكل صحيح إلى حد ما لأنه في كثير حركة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سواء كان ذلك على مستوى عمال سواء كان ذلك على مستوى زيارات يعني اليوم صح أنه العرب في إسرائيل وسكان إسرائيل بشكل عام ممنوع فوته على السلطة الفلسطينية زي ما كان للمشتريات والتسوق لكن تعال شوف مثلا في أي يوم بدك في أي ساعة بدك طابور السايرات اللي فات على برطاعة وبرطاعة مفتوحة على السلطة الفلسطينية فلذلك عمليا يعني فعلا يعني معها الوزيري معها حق أنه إذا ما كان التطعيم شامل لكل من يسكن ما بين النهر والبحر ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط ففعلا يعني فعالية التطعيم في إسرائيل لوحدها راح تكون منخفضة لا شك دكتور عبد عزة بالنبطة أو معلومات اللي بتدولوها الناس في هذه الفترة عن اللقاح عن التطعيم قسم منها ليس له علاقة يعني بالحقيقة كما المصطلح اللي أطلقه الرئيس الأمريكي ترامب فيك نيوز مثلا أنه التطعيم يقضي على إمكانية الإنجاب كيف ممكن أنه إنسان اللي بتوصله رسائل بالواتساب أو غيره بتحكي عن أعراض اللقاح أنه يتأكد أنه هذه الأمور صحيحة أو غير صحيحة بترفيها أخي إيش حاد أنا أريد أن أجابك بشكل غير مباشر في حرب الخليجي الأولى وبترفي أنا كيميائي بالأساس يعني أساسا أولا وأخيرا أنا كيميائي مريت بالصود في مطعم في باقة الغربية وسمعت هيك ناس بحكوا ومن الجملة واحد يعني أنا بعرف إنه كيميائي بحكي عن غازات الغازات اللي ممكن توصل بالصواريخ العراقية بما في ذلك غاز العصاب وهكذا وكان يحكي على قدرة الاختراق تبعة الغازات هكيف تختارك البلاستيك وبتختارك الحديد وبتختارك الكمامات وبتختارك الآن بالنسبة لل يعني الضرر للكدرة على الإنجاب الموضوع هذا هو فعلا فاك نيوز لقاح الكورونا إلو أعراض جانبية يعني الناس اللي أخذوا لقاح وجرب عليهم يعني لا شك إنه فيه لأعراض جانبية شو أبرز هذه الأعراض إذا طلعت عليها إنت أنا طلعت على قسم منها إنه في البداية زي مثلا لما منوخذ اللقاح تبع الإنفرانزا آه يعني بتصيب الإنسان حالة ضعف معيني لكن أعتقد أعتقد إنه الأعراض الجانبية اللي بتحدثوا عنها مثل ضرر للقدرة على الإنجاب وهكذا أعتقد إنه يا ناس أنا بوجههم من هنا يعني نداء للمجتمع طبعا اللي بيسمعوني هم المجتمع العربي آه لا تنسطوا لل لل اللي بيحاولوا إروجوا مثل هذه الشائعات آه ما حد بقول إنه اللقاح اللي طورته للشركات هو يعني اللقاح المثالي اللي كنا نحلم به لكنه أحسن بدرجات من الأضرار اللي إحنا عايشين هاليوم وزارة الصحة أو المختصون في وزارة الصحة بيقولوا إنه إذا كان الإقبال مقبول على الحصول على التطعيمات لدى المجتمع الإسرائيلة سواء المواطنين العرب أو اليهود من كل أطياف في المجتمع كان مقبول إحنا ممكن نبدأ يعني نخفف التقييدات بشكل ملموس جدا في بداية الربيع هم وضعوا هدف لديهم عيد الفصح اليهودي باعتقادك هذا هو الموعد اللي ممكن نبدأ نشوف السماح للناس بالتجمهر أكثر فتح أماكن عمل اللي كانت ممنوعة طوال الفترة السابقة لا في الواقع أنا بالنسبة لهذه النقطة بالذات أنا يعني مش مع القرارات الحكومية يعني مثلا شفت لما كنت السنة بارا شفت المظاهرة تبعط أصحاب المطاعم نعم في القدس يعني أنا قلبا وقالبا مع المجموعة هاي مع الشريحة هاي من الاقتصاد ولازم يمكنوهم لازم يفتحوا اليوم يعني لازم يفتحوا المطاعم اليوم لكن كمان مرة الهدف النقطة الزمن اللي وضعتها الحكومي إنه إذا بيكون الإقبال على أخذ اللقاح معقول يعني بنسبة معقولة آه أنا بشوف إنه الحكومي بتقدر تحقق الهدف وأنا بعرفش يعني بما إنه تكهنت إنه لحد آخر آخر 2020 بناء على معطيات علمية طبعا إنه راح يكون اللقاح وفعلا صار أنا أعتقد إنه لحد نهاية شهر سبعة إحنا راح نكون خارج الموضوع هذا بشكل تام مع نهاية شهر ثماني لألفين وواحد وعشرين أعتقد إنه أغلب الحديث عن الكورونا راح يكون بشكل نكت شكرا جزيلا لك الدكتور والباحث الأكاديمي الدكتور عبد عزم شكرا على حضورك ومتأمل إنه يعني نطلع من هالأزمة شكرا إلك شكرا جزيلا لكم لقناة وننتقل إلى الموضوع التالي وقعت في الأيام الأخيرة مواجهات بين أهالي من الكرة الدرزية في هضبة الجلان وقوات الشرطة وذلك في الأراضي التي سيتم نصب مراوح حواء توربينات فيها لتوليد الكهرباء ووقعت المواجهات بعد وصول مندو بي شركة الطاقة المنفذة للمشروع بمرافقة الشرطة لفحص الطربة في الأراضي ومنع السكان من دخلها مراسل القناة هلالفضائية عماد غضبان التقى بأهالي المعارضين لهذا المشروع وعاد إلينا بالتقرير التالي للأسف الشديد شركة دخلت على الجولان وعبتحاول أنه تضع التربين التهوية المنطقة ملائمة جدا جدا في منطقة رياح جايدي فعم يستغلوا الموضوع هذا لصالحون الناس هون المنطقة هي المنطقة رأينا حوالي منطقة حوالي 4500 دولوم منطقة ممتازة ناس تشتغلها بتعبع ورق جبينة يحاول بشكل ما مصدراتها بعدة طرق وعدة حجاج منها أنه ملائمة للطربان التهوية لإنتاج الكهرباء أو الطاقة الخضراء نعم نشوف أنه هون المنطقة مزلوعة بأشجار التفاح وهي مصدر رزق لعدة كبير من سكان هضبة الجولان نحن هون مصدر الرزق الرئيسي لتسعين بالمئة إذا ما بديش قول أكثر للناس هي من الزراعة زراعة الأشجار إن كان التفاح والقسم الأكبر أو إن كان كرز أو مثلا دراق وباكة الأنواع بس التفاح موظم من السكان أنه بيعتمدوا على التفاح والكرز هوني قاعده ثلاثة أيام كانت الناس تتواجهن بالزبط وين نحن وقفين الآن على المفرق للطرق وبالصدف كمان هي الأرض إلي كمان منعون حتى ممنوع يدخل على أرضي الناس ممنوع على أرضيها بشكل مطلق يعني ممنوع حتى كان في محاول أن يطلقوا النار على الناس أو شيء من النوع الناس بالأول بداش تعمل بداش تعمل يعني مشاكل كثير فهني ما استجبوش عدنا بالأخير تطرين أنه الناس توصروا تتشبك يويا هون لأنه هني ما كانوا ش يوقفوا الحفر والشغل يعني كان في اعتقالات كان في مصابين يعني بعد هذا اليوم اللي كان شو صار شو التداعيات اللي صارت باليوم هذا هني جوله هوني أكثر من ثلاث أيام متواصلين حوالنا نحن عن طريقة المحاكم طبعا نحن في بينهم محاكم ما كانوش يستجيبوا ولا بأي شكل اليوم الأخير هني جوا كمان لهون وما كانوش كمان يخلوا الناس الناس تصل لأراضيها كانت أيام حلوة كثير واللي يعني جوا كثير حلو للشغل للناس الناس نعمل نحن بنفس الليلي باجتماع عام كان بالمزار بمزار أبو ظرق الغفاري كان في عدد كبير من الناس وقالوا أنه هذا مش ممكن الموضوع نحن نسكت عنه فأعلننا أنه بيكون يوم أضراب وكل الناس يتواجه لأراضيها حاولوا أنه نمنعوا الناس الناس فاتت بالقوة وشبكت أنه إياهون بأعتقد أنه معظم المحطات القنوات التلفزيون حاكت صار من أسرى صار من عنا كمان مصابين وصل منه ناس أكثر من واحد لمستشفيات لصفدوا لبوريا وواحد ينكسر الفك تابعه بعدهم بعدهم لحد اليوم هو مش باز بيعتقد بيبوريا بيصفد باز 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 باريف انتهت كان في هناك الحقيقة يعني راح تصير مجزرة وصلت ناس لبعضها عشرات الشباب والمشايخ هاللي وقعت بالأرض واللي انصبت بالغاز حتى يرشوا لنا غاز اللي فلفل بالعينين انسى بس يرشوا ليه يقع بالأرض مباشرة اجوا طبعا المشايخ والناس الكبيرين انه مش ممكن يعني انتم كان تعملوا مجزرة هون وقفت الناس بعدت شوي وهني انسحبوا ورجعوا رجعوا ورا سحبت الاليات تبعون صار شبئ اتفاق يعني ما بين المشايخنا والكبار تبعنا والقوة القوة الجيش كان الناس تتسلم الامر الواقع لانه زي ما قلتلك مش اقل من 4500 دنم بدان يروحوا سودان يعني ممكن اسا بالبداية يضحكوا علينا ويقولون لنا انتم فيكن تفوتوا لهون اشي من هالنوع اما بعدين بنت اه ليهن المسندين وبالمناسبة كل المحطات اللي اجت وسعادتنا كمان لانه الاعلام هو سلاح ثاني نحن ناس مقاومين سلميين لا معنى سكيني لا معنى اهل السلاح ولا معنى اشي نحن مقاومتنا السلمية زي ما انت شايف كل الناس اللي اجت وعتصمت هون متل ما انت شايف ولا اي اشي معها بس نحن نتمنى وانا بقول للشركة او للمسؤولين عنا لا تقدموا على هذا العمل هذا عمل انتو بغن تعمله ازمي للناس مش ممكن الناس تتسلم بالامر الواقع لانه انتو بغن تاخذوا تعب وعرق الناس و جادة فهذا مش ممكن يسمح فيه حتى لو بدي يكلفنا مهما يتكلف الامر عمليا قضية المراوح الحديث يدور عنها منذ عدة سنوات اربعة او خمس سنوات خالات في البداية لم يكن هناك تحرك ميداني كان تحرك جماهيري وشعبي من قبل السكان بالرفض وعدة اجتماعات كانت تدور في قرى الجولان لرفض هذا المشروع تراجع الغالبية من وقعوا على هذا المشروع ولم يبقى سوى خمسة اشخاص وهؤلاء الخمسة ايضا خلال انسحبوا من هذا المشروع الشركة لم تقم اي عمل على الارض سوى خلال الاسبوع الماضي السكان يرفضون هذا المشروع وهذا المشروع هو عمليا عملية تهجير لنا عن ارضنا عمليا اذا قيم هذا المشروع في 38 مروحة كما هو مخطط له منذ البداية هذا يعني مصادرة ما يقارب 4200 دنو من اراضي السكان السوريين هذا يعني انك تصادر عمليا الاراضي المجاورة لهذه المراوح هذا يعني انك قضيت على مواسم التفاح على مواسم الكرز هذا يعني انك احضرت الى المنطقة امراض لعشرات سنوات للامام هذا يعني ان المستقبل ابنائنا اصبح بيد اصحاب المراوح والشركات التي حضرت الى هنا هذا يعتبر خطر اجتماعي هذا يعتبر خطر صحي هذا يعتبر خطر سياسي علينا ايضا تأجير ارضنا لمن احتل ارضنا عمليا فلذلك السكان هبوا ووقفوا واكدوا ان هذه الارض ليست للرهان باي مشروع ان كان الارض ستبقى ارض زراعية سيبقى جولان اخضر كما عرفه الجميع نعم ابناء الجولان بكافة شرائحه وقف ضد هذا المشروع هناك تأييد شعبي من كافة شرائح الجولان كافة المذيك الجولان يقف ضد هذا المشروع ان كان بكافة اتجاهاته بكافة اجياله يقف ضد هذا المشروع لذلك كانت الهبة الشعبية من كافة قرى الجولان من كافة ابناء الجولان لإقاف هذا المشروع والاخراج الحفرات التي كانت موجودة في الاراضي الزراعية للمواطنين الجولانيين رغم ان هنالك اراضي دخلوا عليها عنواتان واصحابها لم يطلبوا منهم اذن بالدخول اليها على اساس انه كان هناك توقيع قديم وانسحبوا من هذا التوقيع ودخلوا ولم يسأل واحد عن دخولهم لهذه الاراضي نعم يعني كابني الجولان ومواكب للامور هنا في منطقة الجولان هل برأيك ستكون هناك تصعدات بالنسبة لهذا الموضوع من قبل الجولانيين الجولانيون اعتادوا بالدفاع عن هذه الارض نحن هنا منذ مئات السنين حفظنا على هذه الارض جاء الاطراك ولم يستطيعوا ان يقتلعونا من هذه الارض جاء الفرنسيين واحرقوا قرى الجولان اكثر من مرة وعدنا وبنينا هذه القرى جاء الاسرائيليين ولم يستطيعوا ان يقتلعونا لا شيء يمكن ان يقتلع الجولاني من ارضه ولدي ليحيى على هذه الارض ولا اي مشروع ممكن ان يقتلعوه من هنا باقون متجذرون صامدون متمسكون بارضنا ليبقى الجولان اخضر ليبقى الجولان اخضر نوجه رسالة الى كل من يهمه الامر من اجل حقن الدماء وتحقيق الاستقرار وهدوء وهداوت البيل يجب من كل من يستطيع ان يعمل بهذا الموضوع ان يعمل على ايقاف هذا الموضوع وانهاء المشروع وازالاته من هضبة الجولان والى تعقيب الشرطة على هذا الموضوع عقب المتحدث بلسان الشرطة على قضية المواجهات في هضبة الجولان قائلا بدأ العمل على انشاء توربينات على يد شركة التي قامت بشراء الارض من اصحابها وفق القانون في عقاب تلقي الشرطة معلومات حول معارضة سكان المكان لانشاء التوربينات في المنطقة ونيتهم الاعتداء على عمال الشركة وصل افراد الشرطة الى المكان وعملوا للحفاظ على الامن العام عمل طاقم الشركة خلال يومين دون اي تعرض لهم او اي احداث تذكر مع انتهاء العمل في اليوم الثالث وصل ما يقارب 300 مواطن من سكان المكان وحاولوا المس بعمال بعمل الشرطة والمعدات الخاصة بهم والقاء الحجارة نحوهم قوات الشرطة التي تواجدت في المكان قامت باستخدام وسائل لتفريق الحجد مما اصفر عن اصابة اربعة من افراد الشرطة والقاء القبض على ثمانية من المخلين بالنظام الى جانب نقل عشر من المخلين بالنظام لتلقي العلاج كما لم تقع اي اصابات في صفوف عمال الشركة وتم انهاء العمل كما هو مكرر له شرطة اسرائيل لن تسمح لاي مواطن لاخلال بالنظام العام او نهج العنف ضد اي نشاط قانوني وستعمل لرصد المشتبهين وحالتهم الى العدالة اذا هذا هو تعقيب المتحدث بلسان الشرطة على الاحداث في هضبات الجلان وننتقل الى موضوع اخر تواصل لقناة هلا الفضائية متابعة ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يؤرق مضاجع الناس والاهالي في شتى ارجاء البلاد اذ بات الاب والام يخشيان على ابنهما لمجرد خروجه لمشوار قريب من البيت مراسل قناة هلا الفضائية صالح معطي التقى اهالي من بلدة كفركنة وسألهم عن سبل وقف مسلسل الدم في بلداتنا فلنشاهد معا صر اللي احنا فيها وخاصة في الاوين الاخيري بوجود وباء الكورونا في الضغوطات اللي فيها الناس كتير وبناء عليه الضغوط هاي تعبر عنها الناس في امور اللي هي القتل والمشاكل اللي هي في وسطنا العربي بشكل عام هيك يعني كيف احنا حكينا في البداية اكثر من مية قطيل من بداية العام اليوم ما فيش رادع قاعدين منشوف يعني كل يوم نسمع خبر مقتل شخص ومرأت اكثر من شخص في اليوم اليوم الدور الاساسي على مين احنا منسمع انه كل يوم في قتل وكل يوم نحط احنا اسباب الاسباب تبعتنا انا حسب اعتقادي اكثرها مبررات ولكن الاشي الوحيد اللي انا بيجبني بانه الحكومة الها دور كبير في ردع هذا الامر الي هو احنا موجودين فيه العنف في وسطنا العربي الامر الاخر وهذا الاشي الي انا شفته خاصة في الاون الاخير الشاب صغير في العمر من قري مجاوري الي هو طعن وقتل بدون اي دمب الي هو يحوج للامور هاي الي وصلنا الها كنت في بيت الاجر وحكيت الكلمات الي اسا برجع عدم تجانس في التربية اللي موجودة عنا احنا لان القيم اللي احنا لازم نحملها نحمل قسم كبير بين حاملها لا نعني انه وسطنا العربي كلياته سيء وانما اللي بيحمل القيم المليحة في التعامل الطيب والاخلاق الطيب والحميدي اليوم هني بضيعه لما بيكون في عنا اشخاص ثانين ما تربوش وانما اللي رباهن الشارع عليه بيكون انه هذول الاثنين بدين يتلاقوا او المجمواتين بدين يتلاقوا في الشارع اللي بيصير بعدها المشاكل اللي احنا منشوف من وراها القتل حسب اعتقادهم في احد اعضاء الكنيسة انا ما بسميها سامي اللي هو موجود في لجنة اللي هو العنف الوسط العربي وبشكل عام ولكن بالنسبة لانه في صراع موجود في داخل القائمة المشتركة اسف كبير انه يكون الصراع هذا اللي يوقف عنا التيار اللي فيه هذا الانسان او الشخص او المجموعة اللي هي في لجنة العنف اللي هي تتوقف عن التيار اللي ماشي فيه اللي هي ردع العنف اللي موجود في وسطنا العربي ولازم يكونوا ايد وحدي ككل اللي هو في القائمة المشتركة حتى نصل لهدفنا اللي هو هدفنا مجتمعنا العربي اولا وهذا الموضوع يقرقني شخصيا وبقرق أكيد كل بني آدم عاقل في مجتمعنا العربي وللأسف الشديد اتنازلت عن الكتاب فيه كونه ما لقيت مردود ولا متعاونين حتى حاولت أنه يعني أشوف متعاونين بالموضوع من أجل تطوير الأفكار على وعسى نصل لصيغة معينة نأثر فيها على صعيد الدولة لجانب أعضاء الكنيسة العرب من أجل الخروج من هذه الظاهرة فانقطعت عن الكتابة في الموضوع كوني اهتمت بالموضوع الصحيح الجذور الموضوع هي عديدة منها اقتصادي منها تربوي منها تراثي منها عدم وجود قوانين كافلة التعاون بين أجهزة الدولة للحكم بشكل صحيح بمظاهر العنف نتناتج عن تراثنا مش نتناتج عن ظرف الاجتماع الثاني السلطة المحلية أي سلطة محلية بوسطنا العربي بحالة أنها اهتمت بالثقافة بتأسس لإيجاد مجتمع من نوع آخر عنا القاعدة الاقتصادية جزء كبير من شبابنا ما ملاقي حاله في العمل الاقتصادي وهذا ناتج عن ظروف اجتماعية سياسية مركبة هون الدولة لازم تلعب دور والدولة بتلعب دور عن طريق معرفة المجتمع بشكل صحيح وهنا أيضا السلطة المحلية مجملة السلطات المحلية العربية يجب كشف حقائق عن الوضع الاقتصادي في الوسط العربي فالوضع الاقتصادي في الوسط العربي مش كثير سليم فيش عنا احنا صناعة كافية فيش تجارة كافية فيش بناء كافي وبالتالي هاي النواقص كلها اوجدت نواقص اقتصادية هاي النواقص الاقتصادية بالتأكيد بتخلي عدد كبير من الشباب خارج الدورة الاقتصادية العادية للناس وهي المشاكل بتأدي لالتهاءهم او ذهابهم للاماكن الشاذة لتجارة الممنوعات لتجارة السلاح حتى يعتاشوا والبعض بجوز بصير كمان طميع اكثر حتى هي اغتنى بسرعة وبده يركب سيارة وبده يحقق ذاته وينجز ذاته بطرق غير شرعية وغير اخلاقية هذا الظرف الاقتصادي مهم جدا لكن انا ما بقدر اتهم السلطة كدولي قبل ما اهتم في اتهاماتي الحقيقية لنا كمجتمع احنا سلطاتنا المحلية العربية ما متخوم بواجبها للتعريف دعطي مثال حتى ما يبين ما يبين كأنه مجرد حديث ضد سلطة محلية يعني كان في تجارة هون في كفر كانت تجارة واعدي في البلد السلطة المحلية ما بتهتم فيها على الاطلاق ما بتحكي بتطبق تطبيق سليم لا القسط الارنونة ولا اجور المحلات ولا التباعد بين التجارة يعني ما فيه تنظيم على الاطلاق زائد زائد العقلية اللي صارت انه البعيد احسن من القريب ما فيه حدا بيشتغل على انه احنا نهتم في اقتصادنا الداخلي الاقتصاد للشرطة والمحاكم اللي بدها قوانين لكن هذا بالغيش كمان دورنا في بيوتنا دورنا في بيوتنا دورنا في تربيتنا احنا من السبعنات انا بتذكر بجزء انا من الجيل الاول اللي فيه جامعات وتعلم لكن اليوم احنا اغنياء جدا بالتعليم لكن التعليم للأسف ما جبلنا الثقافة والحضارة الكافية للتغلب على مأسينا الاجتماعية بل بالعكس انا شايف انه مشاكلنا ومأسينا الاجتماعية عم تتزايد من هون بدعوا الطبقة المتعلمة والمثقفة انها تلعب دور اكثر بالموضوع من اجل تحسين ظروف مجتمعها حتى لو انا كنت دكتور او مهندز او محامي ومعتبر حالي فوق المجتمع ابني بكرة بدي يمشي بالشارع في ظروف غير طبيعية ممكن ابني يكون ضحية اذا اللي بيفكر حاله خارج السرب عليه ينتبه انه في يوم الايام ممكن يكون ضحية فهاي القضية هي قضية اجتماعية من الطراز الاول بتخص حياتنا بتخص مستقبلنا ومستقبل ولادنا يجب علينا انه نضامن ولادنا اللي بروحوا ضحايا هن فلذات اكباد شعبنا واهلنا وابياتهم وامياتهم ولادنا كمان اللي بيفوتوا في الجرائم هاي كمان هن ولادنا احنا ما منقدر ننكر حدا منقدرش ننكر لا اللي اجرم ولا اللي وقعت فيه الجريمة المفروض انه احنا ندور على طريقة تفاعلية اللي اول باول هذا الفرق بمستوى الحياة اللي احنا عايشينه سواء كان اجتماعي او ثقافي او تراثي يعني من تاريخنا ومن تاريخ عاداتنا او نضالة سياسة في الكنيسة من اجل ايجاد قوانين علينا نضامن كلنا مع سوا ونشتغل مع سوا من اجل ايجاد صيغة اللي تغيرنا واقعنا وسط العربي للأسف الشديد رايح على الهاوية اللي كلياتنا ممكن اتضرر منها فعشان هيك لازم نتلاشى الامور ونوصل لنتيجة انه هذا موفيش معنا بكفي لحد هون بكفي لازم نرب ولادنا رب شبابنا ندير بالنا على ولادنا ندير بالنا على كل واحد دير باله على ولاده احنا منطلع من المشكلة هاي لو عنا شوية وعي المسألة بدها وعي وبدها تربية وبدها جهد ليش اليوم الوسط العربي يعني بطل عندهم نفس الغضب اللي كان قبل قبل سنين كنا نحسه اليوم يعني نسمعش عن موجات الغضب مش في الناس الاحتجاجات اللي قاعدة بتصير زي قبل ليش الناس تحكي لك شغلة واحدة الناس فلست كان ما صار عنا حوادث قتل حوادث اراق الدماء سدى هاي الدماء سدى بتروح كلها شباب الغالبية من القتلى هاي شباب فالناس ملت العالم ملت يعني صار يقولك هاي الشغلة طبيعية دا تصير بتصير طبيعي ليش دا تصير ليش دا تصير ليش احنا بنشتغلش انما تصيرش فالاشي كامن فينا احنا واحنا لازم نغير من اسلوب حياتنا وما نركض وراء المادي وبس ونفكر انه بالطريقة هاي احنا بنصل للي بدنا اياه احنا بنصل للي بدنا اياه بتربية ولادنا بدياران بالنا على ولادنا على بناتنا على نسواننا فشغلة العنف شغلة اتأصلت فينا للأسف الشديد وانا بحكيها بكل صراحة احنا لازم نشتغل اكتر على الشغلة هاي ولازم الناس تفهم انه هاي الشغلة مضرة والشغلة اللي ممكن توصلنا لنتائج صائبة جدا عضائي الكنيسة مش عايشين بناتنا للأسف الشديد هن عايشين في شغلهن في القدس هون وهون في الكنيسة لكن هن بيقدر يساعدوا مع الحكومة تشتغل بالشغل هذا وتساعد انه بوقف العمليات هاي بلم الأسلحة الأسلحة ملاني في بلادنا للأسف الشديد والبوليس لازم يشتغل شغله في مبدئيا في المشكلة فينا وبعدين منيجي للبوليس ومنيجي الأقضاء الكنيسة أنا ما بدي أحكي على تقاعد أو مش تقاعد يعني بحكي لك إياها بصراحة أنا مش مع اللي بقولك البوليس طب إحنا ليش نخلق المشكلة ونتهم البوليس أنا أنا مش مع البوليس ولا مع الناس اللي بيحكوا بهيك أنا مع الصح المشكلة فينا ولازم إحنا نوقف العملية هاي فينا جواتنا الرب أولادنا كيف لازم بعدين التسكع في الليل الشباب الصغير التسكع في الليل طب ليش ليش تسكعوا بالشوارق شو فيه لموا حالكوا وقعدوا في البيوت اسهروا في البيوت تتعلموا في البيوت افهموا تربوا في البيوت ليش تتطلعوا بعد الشوارق شو فيه بالشوارق إيش إنا بالشوارق وهاي نتيجة للعبث اللي بيصير والأهل مش عم بنتبهوا لأولادهم كيف لازم طبيعة الحال الأب والأم هن المكون الرئيس للأسرة وهن اللي لازم ينتبهوا لأولادهم والأب لازم يسأل عن ابنه وين بتروح وين بتيجي مين بتصاحب مع مين بتمشي مش يتركوا الأولاد على خطرهن يشتغلوا جاي ما بدهن وبعدين لما بتصير المشكلة تعاليش صار المشكلة يا عم المشكلة صارت لأنه ما فيش حدا يسأل ما فيش حدا يسأل للناس ما بتسأل عن أولادها اليوم ما بتسأل عن أولادها للناس ودايري على كل واحد على شغلته على عصهره كل واحد ملتي بحاله تماما وهي للأسف فالضرر بدي يكون واقع وإحنا منعاني كلياتنا منه ليش؟ ليش تنعاني؟ ليش ما نوقفش العملية هاي؟ يا ناس يا عالم يا أمة يا أمة لا إله إلا الله اتقوا الله في ولادكو اتقوا الله في نسوانكو أتقوا الله ببناتكو لاجم نحن لاجم نوقف العمليات هاي بكفة عاد شكرا العفو أهلا وسهلا اذا كان هذا التقرير من كفر المتابعة ولكم مني ومن طاقم البرنامج أطيب المنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة